تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهاردة في النهارك أبيض واللي كان بيتكلم عن تقيمك لمجموعة ناريزة مالك في دورة أبطال إفريقيا رسالتك لللاعبين وللجهاز الفني بشأن هذه المجموعة تعالوا نروح كده نشوف أراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدأ من عند وليد وليد بقول صباح الخير صباح الفل وليد مجموعة كويسة ولازم نحترم كل فريق ونركز ونقاتل من أجل حصد لقب لازم نسبة نفسنا في كل مباراة لا بديل سوى الفوز وحصد نجمة السادسة احنا واسقين فيهم ان شاء الله يفرحونا بالتوفيق دايما للزمالك تحياتي لي كل فريق العام شكرا جدا يا أستاذ وليد مؤمن بيقول صباح الفل صباح الفل يا مؤمن هي مجموعة كويسة بس الزمالك بتاريخه ما يهمهوش حد ينزل يكسب من أول ماتش أهم حاجة البداية وان شاء الله كلنا ثقة في اللعيبة كل الدعم لنا دينا الحبيب وان شاء الله ربنا يكرمنا وتخضع لنا الأميرة السمراء السنادي والدوري وافريقيا لينا بإذن الله كل الدعم للرجال فرح بتقول صباح الخير صباح الخير يا فرح مجموعتنا قوية لتواجد كل الفرق العربية ولكن من حيث المستوى هي في المتناول وبإذن الله لعبتنا الرجالة أدها وأي مباراة محتاجة تركيز وروح وإصرار ومبارايات إفريقيا دايما صعبة من حيث الملاعب والتحكيم لعدم وجود الفار ورسالتي لللعيبة والجهاز الفني يعملوا اللي عليكم لأجل فرحة الجمهور العظيم وان شاء الله دوري أطال إفريقيا في ميطة أوبة تحياتي لك وان شكرا جدا يا فرح وشكرا كل الناس اللي دايما بتشاركنا بقراءها على موضوع حلقتنا في نهارة قابلة